السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب اولى سنوي. الغاليين عليها جدا. الطلاب اللي انا متأكد ان فيهم طلبة هتشرف بلادهم في سنة فلدة. وبتحدى وبراهن ان هم هنشرفون وفرحون جدا. طلاب اولى سنوي النهاردة معدنا مع اقوى وافضل ان شاء الله مراجعة ممكن تشوفها لمنهجتر من تاني. المراجعة دي عبارة عنها. ملخص في اهم الكلمات عشان ما تتعبش وتدور على كلمات في كود تانية. وفيها شرح بشكل مبسط وجميل وشامل. زائد كمان اهم الموضوعات. الملخص ده موجود بدي اف معايا على رقم اللي هو زرومية تسعة واردعين سبعة واردعين متين وسبتاشر. ولو اي طالب محتابه سواء من مجموعاتي او غير مجموعاتي مفيش مشكلة. لازم كلنا نستفيد. واي حد كمان يقدر ينشر الفيديو في اي جروب ولا سنة وانت مشترك فيه ما تأخرش. هنبدأ الدولات الحالة في اه شرح ملخص للمنهج. اولا. دي اهم الكلمات اللي انت لازم انت راجعها عشان دي مهمة جدا. انتابلو سابورة. انتانيي سابورة زكية. انجلوتيغاستر الكرة الارضية. اندكسيوناير قاموس. انسكوليت هيكل عزمي. انوردينتور كومبيوتر. انبيرو مكتب. انبانة يعني مقعد. انشيز كرسي. انكارت خريطة. انوغلوج ساعة حائت. انكوربي ابا فياي. يعني سالي بورق. انطابل من ضب بدلة. دة بنهزبها لاشياء الفصل. طيب. بنشوف بعد جدا الاغراض المarlaسيه. ان ليفر اه كتاب ان كايل كورس جاسا one فيوض يحذر سيد كلمران فترة يُلب الديكلم فيوض الأجم كانت ترس researchers كان يجعبنا الكلس اللي بعد كدا هو انتا اجل ان ينكحان ان شاء الله تعافل سانا ما تذكرش الكوة الكلمات كلها ذكر دول بس لا تذكر دول بس الاقتصار الدبا يعني المطعم لا بتغي اختصار لجملة فرصة لا تذكر ش اختصار لجملة هو ويستطور التسكيل عند نحن فقط بالم بعد المرد أنت عندنا إليمات الرياضيات لس بيتي لسيانس للا في للا تير انبي دي القصة المصورة احتصال البنك دي سيني انوغ ديناتور يعني احتصال الكمبيوتر ثم أول قاعدة عندنا النهاردة هي يوجد إليا إيه قاعد إليا دي إليا ممكن تيجي مثبتة وممكن تيجي منفية تبقى إيه نية فا زي كده بالزبط إليا أنتيني هنا قالت نكرة هو يعني يوجد صبورة زكاية بلما تكون مثبتة لازم ياخد نكرة طيب ما خليش نكرة بيتاخد عدد إليا تقوار أورجناتور في ثلاثة كمبيوتر شوف لما تكون مثبتة يعني نكرة يا عدد طيب من فيها بقى من فيها إليا قادر إليا قادر يعني لا يوجد يبقى ناخد دو أو دي أغسطوف لما تكون منفية تاخد دو أو دي أغسطوف مثبتة تاخد نكرة معدد من فيها تاخد دو أو دي أغسطوف إليا قادر أول ما نشوف نيوبا هين مع الياب دو تينين إليا قادر دو أغسطوف حلو حلو إبقى خلصنا من أول فكرة نهاردة واحد الياب لو جات مثبتة ناخد نكرة وعدد اتنين لو جات منفية ناخد دو أو دي أغسطوف الجلس التالي أو الفكرة التانية نهاردة هي الاستفهام الاستفهام عندنا هنعيد على كلمة ماذا ماذا يعني ماذا يعني كور أو كاسك دي معناها ماذا نسأل بها عن غير العاقل طب يا مسيولة لو سمحتوا وحنا هنحتاجها فين هنا هنحتاجها عشان نقول ايه ماذا يوجد في المدرسة تسأل صاحبك على الحاجات الموجودة في المدرسة ماذا يوجد في الفصل نفس الكلام كاسكليا وليسي كاسكليا ونكلاس يعني ماذا يوجد ايه دا معنا كور أو كاست أو كوا في النص كوا 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 دي مال يا كوا دي بقى ها تركز معنا تسأل عن ماذا برضو بس ما نجيش في الاول تيجي في النص أو في الآخر كلمة كوا يبا 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 كاسكليا ما زيوبة كاسكليا دان لا ما زيوبة في الفصل طيب ممكن اقول الترمي الاول التعامة اللي جعنا بها اللي كلمة ما هزا يعني ما هزا بفكرة بيها ما هزا يعني كاسكسي أو سيكوا لما شاول الحاجة غير عارفة زي كلا ستينوغلوج انها ساعة حاطر بسوا يعني ما هزي ما هزا كاسكسي ما هزا يبا دينا المشاور او حاجة غير عارفة النساء بكلمة كاسكسي أو سيكوا بعد كنا عندنا كلمة او او يعني اين تسأل عن المكان زي مثلا جو في او سيلي انا هزا بالسيلي يبا سواء هنا او فا تي اين فاسكك أو تي فا او اين فاسكك طيب الاداة الاستفامة العقيدة دي مهمة جدا في الترمي ده هي كمبياندو يعني كمبياندو كمبياندو يعني كمعدد كمبياندو يعني كمعدد 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 تسأل عن اي عدد شيء طبيعي مثلا جيت غواليفر معايا ثلاث كتب يبقى كمبياندو ليه في غتياء كم عدد كتب تمتلك طب انا انا عايز اللي يهمني في كمبياندو اللي يهمني انا كقالب يهمني ان كلمة دو بتاع كمبياندو بالرغم اني بيجي بعدها جمع الا انها لا تجمع يعني ايما دو ايما در وسط غفة تمام كمبياندو نسأل بها يعني العدد ويأتي بعدها اسم جمع كمبياندو ليه كم عدد ترميز اليها توجد يوجد تلاتين تلميز في الفاصل اليها توجد تلاتين تلميز في الفاصل يبقى سرائكم بياندو الاف شو بدو هنا لم ترمع دو ابوصطف حلو دو بعد كده اسرائي اللي بقى يجدها بوك و لماذا؟ نسأل بها عن السبب لماذا؟ نسأل بها عن السبب لما نشوف كلمة ايه؟ يعني كلمة واحيانا نشوف كلمة معناه مئن زي مثلا بانجيز كده اول ما نشوف كلمة بالتلاتة تسأل بكلمة اول ما نشوف في الايجابة كلمة بور او كار موسيقى واخد بالك ان كلمة بور يأتي بعدها الفعل في المصدر اما كار و بارسيكو يجي بعدهم جملة كاملة يعني جملة كاملة يعني فعل ايه فعل علي ايه ابسان علي غايد كار جملة البكار و بارسيكو اللي معناهم لأنه بيجي بعدهم جملة اما غور بيجي بعدها الفعل في المصدر كده يخلصنا من صفحة الاولى من الست صفحات بتاعنا نولا للصفحة التالية المواد الدراسية المواد الدراسية الفرنسيين العرب الإتاليان الماتيماتيك العشيمي الفيزيك المواد الدراسية 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 طيب. يعني تاريخ الجغرافيا وافتصار عقليمة جيو. يبقى جيو مش الجيولوجيا. ما جيو اللي هي افتصار للجغرافيا. خد بقى من الفكرة اللي جاية دي عشان لي فكرة وفي غاية الاهمية. ركز. للتعبير عن المستوى الدراسي في مادة نستخدم فاعل. نصمر عشان الكلام اللي ما بنكبره. بس انا بنكبرها عشان تشوفوها. بس دفس الوقت تبقى مغميش شوية ما تتكبرها. يعني انت لو بتخذ الوقت لأي مكان ده واضح جدا. للتعبير عن المستوى الدراسي في اي مادة نستخدم القاعدة دي فاعلة. اللي هي مسلا. بعد كده فاعلات. بعد كده صفة زي مسلا معناها في فرانسي في الفرنساوي. يبقى فاعلات. صفة زي مسلا في مادة الدراسي. مالك ممتازة في العلوم. يعني سيف بيكون داية 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 في اي تاريخ. ها? يبقى في المواد الدراسية بناخد حرف جره اون في حالة التعبير عن المستوى الدراسي او التقدير. بس اردام القاعدة ايه? فاعل. فارب اكتر. بعد كده الصفة اون والمادة. تمام. حرف جره اون بمعنى ايه او في. يبقى هنا اونس يونس يعني فيه العلوم. ولا يسدق ولا يسدقه اداء او ما يديش بعد اداء ولا اداء اداء اساسا. يبقى اون فرانسي على كور. اون سيانس. اتنين. الصفة بتاع فعلات. تتبعي فاعل. لما قلنا هنا مالك مؤنس. فا اكسلانت انزناها. تمام. للوصف نستخدم التعبير سي. مدبوعة عن وصفة مفرد مزاق. ركز بك. ليس استوى مؤنس? ممكن تحط كمه كده وتقول سي فاصيلة. انه سهل. يبقى سي بيستخدموها فرانسيين كتير? حتى لو هيكريمه عن جامعة. يعني واحد دخل على مجموعة مسلا وعايز يقول بالمجموعة دي رطيفة جدا. سي سامبا. عادي بس مشكلة. سي تستخدم لوصف مفرد او جام. بس عام حاجة. ان الصفة تيجي بعدها لازم تكون مفرد ايه? مزاقر. لي مات. الرياضيات. انها صعبة. مفرد مزاقر. اللي هو هنا اساسية بتاع صعبة. هلو جدا. للتعبير عن الميول بقى لتالموقات الدراسية لما نعبر عن الميول مش هتاخد هلو. انتكز معي هتكده هتاخد معرفة. ام اي بريف غي غاتي كي بلا يومالس. ادو غي دي تستي. اول ما شوف فعلي من الخمسة هم اربعة ميول زي افتعل براتيكي لو يمارس. لما لزي قدام الرياضات بقى. ناخد معرفة على طول. بالخير هو فعل ميول. يبقى لازم ناخد معرفة. هو يعشق. هو هتاخد هنا بقى. الان خدناها في التخدرات. هنا ميول ناخد معرفة. تمام? يبقى في التخدرات ناخد في الميول بناخد معرفة. بقى لنا حاجة واحدة بس. مع فعلة افوار. المهات الدراسية هتاخد ايه? بص معايا. للحديث عن دجوة الخاصة نقول افوار او افوار كوردو. يعني للايه او للايه حصة من غير اي اداة خالص. بس. ما خدناش اداة بالخانسي. عن حصة انجليزي. يبقى كده المواد الدراسية يا جماعة تكتزوا. عشان ده مهم جدا. واحد مع التخدرات تاخد اتنين مع الميول بتاخد معرفة. تلاتة مع افوار ما بتاخدش اي محدد خالص. حلوة جدا جدا جدا. نروح بقى للجزء اللي بعمل كده. احفظ معايا. واقول. ايام الاسبوع. طبعا ايام الاسبوع. ايه الملاحظات ده على ايام الاسبوع? بص معايا. اولا لازم دي بعرف السؤال عن اليوم والتاريخ. خلي بات معايا. اليوم والتاريخ. اليوم النهاردة ايه? النهاردة ستة حد دلالة كده يعني. والتاريخ. النهاردة يوم كام? خمسة وعشرين فبراير. ستين مارس. الله عليك. ما حدوكو ستين ولا حد? ركز معايا. اه. للسؤال عن اليوم والتاريخ هنا بسأل عن اليوم. اليوم اللي احنا فيه. يبقى لما يجيه يقولي تسأل عن اليوم اختار دي. انما لما يقولي تسأل عن لضت التاريخ ايه ايه اختار يكون من الاناته? لان هنا بيقول ايه? يبقى عايز يوم. ده بقى سؤال عن التاريخ. ركز. سؤال عن التاريخ النهاردة كان ستين مارس زي ما قد لها من شوية. سبعة سبعين فبراير تمانين ابريل يمكن. اه. لا اعلم اذا بيشوه كل عام جديم يعني اندم توقع برضو. يبدا سؤال عن التاريخ. سؤال عن اليوم كالجون صن نهاردة سؤالة عن تاريخ كليله دات اشهدوي. الياجابة بقى نو صن لو. لو. عايز بقى نو صن لو. نحن نكون مساء يوم السبت. يوم الحد. لو سنك مارس عادي. يبدا دي اياجابة بента احنا نكون يوم كسب. المنخوصة ده بعد كده. كل ايام الاسبوع مذكر ولا تسبب بحر خجار في الجملة. بل تاخد ده رات ما عارفها. يعني مسلا عايز تقول انا بروح المدرسة اه في يوم السابق مساء او يوم السابق. هي بص قالت ما عارفها. طبي حد. يبقى ايام الاسبوع تاخد. تمام? ده مهمة جدا دي عشانت بالتالي يتقول لك انا عايز اقول في يوم السابق برضو تقول له. طبعا هنا والسابق والاحد عطا رسميا فرنسا. الاسابق والسابق والحاد. سان دو جور دكونجي كونجي كونجي كونجي. بيكونوا من عطا في فرنسا. الاسابق والسابق والسابق. خليك معاهد. ولما تقول ايام الاسبوع بالله فانها هدول على التكرار. لما تقول مسلا يوم الجمعة جوفيه وكلاب. انا بروح النادي. يبقى معناها لكل جمعة. يبقى اليوم لما الاسبوع بالد معرفة كأنه كل يوم. يوم الجمعة بروح النادي بمعناها كل جمعة بروح النادي. يوم السابق معناها كل يوم سابق. يوم العطلة. يسوي دي تسوي دي. انما الاجازة الطويلة. فتبقى لك ده حتة دي. ده العطلة ده هو سابق وحد. جمعة سابق كده يعني. اما الاجازة الصيف الطويلة. احيانا دي يسألك يقول لك احنا في الصيف ولا في الشتر. وفوق اقيل لك كلمة اجازة طويلة. ايه باليه الصيف? بالغير ما ينسكوا التريق. ايه باليه اسمها ايه? صيف. لا تخدها بعدين لما تاخد معنا كلمة الصيف والشيء. في سنة ثانية. بس انا بوصل لك ان كلمة وحدها تعبر عن الصيف. ليه? لقينا اآ اجازة طويلة. اما دول عطلة نهاية الاسبوع. فترة في اليوم متى? يعني صباحا. مي دي. ظهر طبعا صباح بيدها من واحدة لحد احداشرة. مي دي بيبدأ من تلاتاشر اللي هي واحدة مع البهر. لسبعتاشر اللي هي خمسة مع البهر. لسوار اللي يبدأ من ساعة طوانتاشر يعني ستة الماء من كده للساعة تلاتة وعشرين يعني احداشر اللي هي. ومن ميت يعني منتصف الليل يبدأ ساعة اربعة وعشرين بالزلط. خد بالا من اللي جايب. كل فترات اليوم لتسفل بحركة دور. تاخد اياد معرفة زي ايام الاسبوع. الا فترتين. ايه هما? مي دي ومن وين. طبعش معنى? نطلع فهوه ننعرفش معنى. بان يمي دي معنى ساعة محددة. اثناشر بالزبط. ومن وين منتصف الليل ساعة محددة? يبا دول يقضوا اكسرون. اما صرحوا بعد الظهر والمساء. دول ما يقضوش على اكسرون. دول يقضوا ايه دات معرفة لان هما كزا ساعة. مش ساعة محددة. يبا هنا جوفي وليسي. انا بروح ملاسا. لو ماتا. معرفة هو. معرفة. وجوفي وجيمناس بروح الجيم او مي دي. هنا خدت ا اكسر. تماما. خد بالك من الفرق امين شاك وتو. كلكم فاكرين طبعا الكلمة المشهورة. اللي باقولها داينا. شاك شاك لها ما بيتغيرش. انما تو شاك لها بيتغير. ركز معنى. مش بقول شاك 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 لها ما بيتغيرش. افهم. هنا شاك. انا بزربي شاك جوف. كل يوم. عادي. طب لو كان بعدها حاجة مهنازح تبضل شاك زي ما هي. اما توليها اربع اشكال. دي بتاع المفر المزاكرة. دي بتاع المفر المهنس. دي جامع مزاكرة. ودي جامع مهنس. زي كل العالم بيهب الفولول. جي تي دي انا بدرس طوال المهار. تولي مردين. كل تلات. جي كل المواد الدراسية بتكون سهل. يبقى هنا شاك شاك لها ما تغيرش هو. وديو شاك لها تغير. وفيه فرق تاني اخد بالك منه. ان شاك مجالش بعدها اداة. انما تو لازم يجي بعدها اداة. بس. لا لا. ليه? ليه? يبقى لو شفت اداة تختار تو. شفت الكلمة جانا على كل تختار كلمة شاك. تمام. او شاك امام الاسم مفرد بنوعان بدون اداة. اما تو. واشكالها تستخدم امام الاسم مسبوق باداة. وكده خلصنا من الصفحة الكيامي التانية. يعني ممكن تلت الحصة تغريبا. انه ما سيطل صفحات. نروح لصفحة التالية. الساعة. الساعة. تركز معي عشان تيه مهمة جدا. اولا. يعني الساعة واحدة. كده ما عنه كان واحدة بس. اينو. ايه? دعونا بصوريه لعلى واحدة. ودي. ودي هنا. على اطنوع شكرا. اكيد عارفين يعني. يبادي واحدة. طيب. لو درها طويل هنا كده. بس على واحدة سانك وخمسة. من غير كلمة ايه? يعني وخمسة غير اكنا احنا نقول سوا واحدة وخمسة. هما لا. هما عندهوش خمسة. هما عندهو سانك على طويل. طيب. لو جينا حد هنا بالعرض كبير دقائق. يبقى عشرة ديس. طب هنا اسمها ايه كار وربع. يبقى كلمة وربع. طيب كلمة ايه? ايه قبلها يعني? اما خمسة وعشرة. لو قام ما نخلش ايه. يبقى ايه نوم يعني واحدة اجاب وربع. هنا يعني فينا عشرين فانساك خمسة وعشرين. طب هنا ونص اي دومين ونص المؤنسة. طب ليه نص المؤنسة؟ ما انا مديكم الحل السحر بتاع كلمة دومين. كلمة دومين. اختارها دائما مذكر. الا ازا جات بعد هنا تساعة. بعد هنا تساعة مبقى مؤنسة. طيب هنا خمسة وثلاثين دقيقة. طب هنا البيعين. هنا الا الرابع. الا الرابع يعني موان لقار. موان لقار. وايلا عشرة يعني موان ديس. وايلا خمسة يعني موان ساك. يهمني دا كله ايه؟ يهمني وربع. لا دي. ونص اي دومين. وان ايه ربعة مؤن لقار. هم دول اللي تركزوا عليهم جدا في الساعة. كل بقى من ما لحظتها. الساعة تاخد او اكسوعة بيها لسه لنا بكلمة مي دي ومينوين. مي دي ومينوين. الساعة بتاخدها بيها ايه? او اكسوعة. يبقى لما تشوف كلمة سبعة. ساعة سبعة تمانية عشرة عشرين. بتاخد او اكسوعة وطولة. اتنين. لتحديد قندة بساعة البداية تاخد دوق. وساعة النهاية تاخد او. يعني ايه كلام دي? يعني مسلا قلت انا بروح للمدرسة من تمانية الى اتناشر. في ساعتين جمه واربع ضيبات الملحوظة دي مهمة جدا. وممكن اجيبها في الامتحانات. تركزوا. جملة هين. مسألة. الرحلة. موت. هنعطينا نقطة تمانية. نقطة اتنين وعشرين. لما يجي ساعتين واربع ضيبات النقطة الاولية هتاخد من من الساعة تمانية. والنقطة التانية هتاخد ارقصو معناها للساعة اتنين وعشرين. البرحلة بدأت من الساعة تمانية لحد الساعة اتنين وعشرين. تمام? تلاتة. للسؤال عن المدة. خلينا نحيطة دي. كليلا جي غي. جي غي عن المدة. يعني ايه كنسوها ده مش مشهور قوي في سنولة سنة ويه بس النهاردة زي ما قلتنا هنقول كل حاجة. كليلا جي غي. جي غي يعني المدة. ما هي المدة? بتاعي الرحلة. جي غي. لا جي غي. خد بالك من الفارق ما بيني. ايه قار? يعني وربع موالي قار قلت للكم اركيسوا عليهم دلوقتي حتى. كلمة منص قلناها كلمة دمين. اه وقلنا الحل السحري بتاعي. بص هنا دمين وعنها ساعة. دمين مذكر عشان مش عديها ساعة. دمين مذكر عشان ما جايش عديها ساعة برضه. جاي بعدها ما جايش دعوة. اهم حاجة انها يمش عديها. الساعة اتنوشة للده. يمكن ممكن نقولها بطلعتين. ممكن نقول اليه دوزر. شوك الجماعة كل حاجة تخص في الساعة بالملاقص ده. كل حاجة قبل لا. وفتأخص المنها بقوله الحق له لا. دوزر يعني اتناشر. ممكن نقول اليه دي. اليه دي يعني ساعة اتناشر بالزبط. طيب. سبعة. ازا كانت الساعة اتناشر بالليل تساوي اتناشر للصبح. ايه بممكن نقولها طلعتين. يعني ايه? معي اتناشر بالليل. هي اتناشر الصبح بعينها. معي اتناشر اسمها الصبح. لان بعدها بيبدأ يوم جديد. نقول اليه زيغو. ممكن نقول عليها ساعة الصف. اليه ساعة اتناشر بالليل هي اربعة وعشرين يعني. ممكن نقول عليها اليه زيغو او. ساعة اتناشر. بالزبط. اليه مينويت. منتصف اليه بالزبط. تمام. طب ازا الساعة عدة في اتناشر للضهر بقى. ممكن تقولها تريد تركز اليه. ممكن نقوله اليه تغزو ساعة واحدة يعني اتناشر للضهر عدة. نبدأ يوم جديد. مش يوم جديد لا نص اليوم التاني بقى. انت خر. ممكن تقول الساعة تنطاشر. وممكن تقول واحدة بعد الضهر. وكزلك الساعة اتنين اللي هي بعد الضهر ممكن عليها ربعتاشر. بص. الساعة تحفظه اربع كلمات تحفظه نصمد. هنا كلمة الناسة عشان عيدة على الساعة المؤنسة. وهنا ايه المذكرة عشان عيدة على الوقت. والوقت مذكر. وممكن انت شغلها انا زي ما انت عايز بقى. تقول لهم ايه? شغل ايه بقى تاني? ايه? كل صح. بس اتلاح لهم اربع كلمات. اه اقول له واحد فروسة اه اه. يعني معاك ساعة? حد يقول لي طب ايه هو معاك ساعة الوصول عن الساعة. ايوة انا مش مش هيبه اقول لها انها ساعة. يعني هيقول لها ساعة كده ايه? هيقول لها كده ولي خد فضل ساعة لا طبعا هيقول لي الساعة كزا. كلمة معاك ساعة هيفهم منها ان انا بس هلعن الساعة. تماما. طب ايه استرهام اللي مطلوب من دينا في الحصة بالجزء لا يعني. طبعا بتعرف ان اليوم مذكر فبياخد كيلة المذكر. ولو اليوم جي في حرف الاس اذا جامع مذكر ياخد كيلة جامعة المذكر. مطير مؤنس تاخد كيلة المؤنسة. مطير جامعة مؤنس تاخد كيلة جامعة دي المؤنسة. دي عرفهم مسلول كويس جدا عشان مهمين مهمين. طيب. في الاس ساعة داني كلنا حفزنا طبعا كنوين كام. يعني متى? تسأل علي الساعة العجل. متى ده ازهر بالمطعم? انا ازهر اه في الظهر. كل ده ساعة. اكلو? يعني في اي ساعة? اكلو? في اي ساعة? نصغر عشان شفاء كويس? اكلو? يا لو جاء في اي ساعة? تسأل عن ساعة محددة. حلو جدا. لا تزمعوا في اللي جاية دي. قلنا ان الكيسك اليوم معناها ماذا يا مكانت? مطلوب منك تعرف الحاجات اللي موجودة في السي دي اي. السي دي اي مطلوب منك تعرف الحاجات اللي موجودة فيه. مسلا عندنا الكيسك اليارو سي دي ما زيوي في سي دي يوجد. سي دي. السي دي. سي دي. تصمي صورة. بو ليغ عشان نقرأ. أو كورس والمزية عشان نستمتع. دي غمالوايات. بو ليغ لسواب عشان نقرأ كسة. دي مجازين. مجلات. بردير عشان ننرى برسان فورمين يعني نستعلم نعرف معلومات دي دكسيونير قواميس بردير عشان نتالجين انا اطلس بردير ايه بردسيني اي روغارديني تابت عشان نرسم ونتفرج على صور على الخراط انترنت برشير شي نبحث ديزان فورماشيون ايشاتي نبحث عن معلومات ونعمل شات نجي الجوزية من الاهم من الجوزيات في الترمي ده هي الضماغر التأكيدية اكيد كلكم نحفظينها فاحنا لاجع مع بعضينا الضماغر التأكيد هو موارد قالك مسلا جو جسيين اختار موارد زي كده عند كم سنة يبقى موارد لما يخبر الإنماغر اختار الوية ولما تشوف موارد المعن يخبر أل لما يشوف عن المور health on، اختار نر لما تشوف عن المور health on، اختار نر لان الضمير التأكيد اليون هو نر ولما تشوف نو بل اختار نو. يبقى النو ضمير تأكيد الحاكين لأم ونو. لما تشوف فو اختار فو. ولما تشوف إلى بقس اختار او. ولما تشوف الى بقس المعناسة اختار الى بقس المعناسة. لضمير التأكيدين. موا توا لوي اي. نو فو او الى بقس. وزي ما اخدت الترمي الاول. اي اسم زي التوا يساوي فو. واي اسم زي الموا يساوي نو. حلو جدا. لما نبص دلو العادل شوية من قوي. ولكن نروح بقى لصفات المجمع. انا جدي بقى كلها ولكن انت هنا يهمك المفرد بس. احنا ناخد المفرد بس عشان ما نتقلش عليها. جو قداما اي تاني حاجات. مون مامي. طب تي. طون تا تي. ايهو هال. صون صا سي. ها. مع جو مون مامي. مع تي. طون تا تي. مع ايو هال. صون صا سي. وقلنا ان العاموك ده انت عاموك للمزاكر. ده بتاع مؤنس ده بتاع جامع. يعني مون وطون وصون مزاكر. ما وطا وساكر مؤنس. مي وتي وسي بتوع جامع. وازا بدأ المؤنس. بحرف متحرك نعمه في انه مزاكر. لو المؤنس بدأ بمتحرك ما ياخدش ماء لا فرمان. ما ياخدش طايا فرطون. ما ياخدش صل ياخد صل. مش هدلها لو بقى لتقول ده لان انا بديده في حل السحر دي على طول مغلة يا مسيلة. ايه حل يا السحر ايه? قد لها في الاول تحدي دي الشارع اللي هنمشي منه. لو احنا شارع جو. ايه بقى تلات حاجات. مون يا ما يا مين. طب لو شارع تي بطون تا تي. شارع ايه وقيد? صنصاصي. قد بعد ما حددنا الشارع. تبص الكمل اللي بعد النقط. ان كانت مذكر اخد الكمل الهوانين. اللي امون مسل. مؤنس خدماء جامع خدمين. امسلا. ادم. ادم يعني هو. يبقى شارع هو. شارع هو اللي هو. اللي هو. صنصاصي. يبقى هنا في ادم يبقى لازم واحدة من ثلاثة امون. طيب. نحدد واحدة بقى. نحدد واحدة منهم ازاي? الكلمة اللي بعد النقط هنا كلمة الصارع يعني اخته. الاخت مؤنس يبقى اخد مؤنس اللي هي صارع. طيب. فاطمة. برضو هي صنصاصي. اوها تقول. فاطمة مؤنس ناخد صارع. لا. فاطمة دي المالك. يعني انها معها صنصاصي. لازم ليحدد صن ولا صا ولا سي. الكلمة اللي بعد النقط. هنا دفوعه مذاكرة اللي بالاخد صن دفوعه. يبقى فاطمة بتعمل الواجب بتاعها. ده بالنسبة لصفوات الملكية. طيب. الجزء التاني الخاص بملكية ايه? كلمة اتراء. اتراءة دي معناها ملكا لي. اتراءة معناها ملكا لي. يجي بعدها ضمير تأكيدي. يجي بعدها ضمير تأكيدي. مسلا. موم بقاس ليه. اللي سوالها. اللي سوال بتاعتي. يبقى دول قاس ليه. ضمير تاكيرين من شوية. يبقى مانا هون تسوالتي يبقى سوالة ايه اموار يعني ايه? خلاص? يبقى تاني هون. في حاجة الاول مية خاصة صفات ملكية. نحفظها صام. مون مامي. تونتا تيل سونتا سي وخدناها نتخلى السحر التاعي. اتنين عندنا اتراءة. اتراءة بيجي بعدها ضمير تأكيدي. تلاتة اننا عنده. دو. دو. بس لازم يكون قبلها اسم وبعدها اسم. زي? لغا كت دو محمود. لغا كت دو محمود. يعني مغرب محمود. قبلها اسم وبعدها ايه? اسم. تماما. الاكل الاستمامة اللي هنا هي ti man. parkour. اين ايه ا 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 значит الا اrose احددده مهمة مهمة. احفظ السؤال ده كويس عشان مهمة مهمة. ا тай ام لكايير ايه? ملكة لمن هزي الكراسة. ده? بيجي معظم امتحانات الترمي الاولة الترمي التاني ولا سanco. قاطي ملتا بلمانت هذه القرصة نجل التنميز بنا بتاع أسرها القواعد أعطيكم انتو فاكرينها كويس من الترمي الأول بنقال نزل الأو زي وتي وتيت وإلى خلاقه زي ما هينا زي مالس وكتير في مدحانات كتير تبدل مالس إلى خلاق سنو بنحط لأو داني زي مسكلي إلى خلاق س بنحط بدلها اس أو زي سيغير والز إلى خلاق في بنحط بدلها في او زي سبوركتيف إلى خلاق هو ان نضاعف الام ونحط او زي بو إلى خلاق هو ان ان بنضاعف الام ونحط او زي بو بقى بقى. واللي اخير يا اخير يا اخير يا اخير يا اخير يا اخير عادي مساء. ولكن انت مش عايز تنفذ ده عادي جدا انت كده كده تركز على منفاعه مذاكره مؤمنة زي مانس. البالي بتاعرفه بالحرف الاخير بالحل السحر. المفرد المذاكر لا ينتهي بالأخير بعيد عن الشوائز والجوهر. والمفرد المؤمنس بيه انتهي بالايه? بالأخير. يعني المضعف المتقس هو ده. ودي سفات شاسة تقرأ انت اسفنا للنسبة لي. عايز تقفزهم تقفزهم. ما تقفزهمش هتقدر تخلي بنحل السحر. والجامع نفس الكلام نحل السحر التعواضح. بناخد لما يترايه جامع مذكر خد اللي اخيرها يا اس يا اكس. كان هون. حل السحر بتاع الجامع. جامع مذكر خد اللي اخيرها يا اس يا اكس. طب جامع مؤمنس خد اللي اخيرها او اس. في اي تمانين زي اشتغل كده على وطول. وده بدأ يرامع عن اكس. مساء حياة. يركز على الصفات في الجمعش. سيبر من الاولية دي عشان عليك في سنة تانية سانة. ومانكش رحو بيها دي. لكن زي على طب حد بعد ده حبس اطلاع. ده سكل لون مركب. اللون المركب في الفرنساوي لا يوالناس ولا يجمع. اللون اللي ايه المركب. يعني اه رماني مع ازرق. مع بعضيهم. زي ما سناول ايه ازرق اخضر غامل اخضر فاتح. يعني تمتين ورا بعضيهم. ده سكل لون مركب. بس لا مش عليك في سنة ولا سنوي. فالده ركز بس على سيفير مارو اغانش. دور جوكر ينفعهم وذكرهم مهندس. واخد بدأ من مرحوص التلمي الاول عشان مهم. اللي هي. تحول دي الى دو. اذا الصفة الجامعة جت قبل اسم الجامعة اللي بتاخد دول. اما لو العكس حصل الاسم الجامعي دي الاول يبني اخد دي اللي يا دي او اس. اعضاء الجسم بقى اهم حاجة لازم تحفظها بالاداة. انتوا عارفين انا هعمل التحانية مسلا وهنزلها في الجروب والنتو والكلام ده. وفي السنتر كمال. هركز على اعضاء الجسم دي. لان هي فرصتي ان الطالب ممكن يغلط فيها. كل مرحج الحمدلله اقول نها بسهولة. وقلنا كتير. فاول اي اولا كد في طلبك السنة اللي بتحفظ اعضاء الجسم بالاداة. ده سري من السرار الامتحان اللي هيعملوا بازن الله. هركز على اعضاء الجسم وذكره مهندس. لوسيقى أنو، أوي،، لسيو، لبيه، لطالن، لبرا، لفن، لجنو، لكو، لكود، لمي، لشيو، لدواء، لفرن، لكول، لبوش، لبوش، لجنب، لامن، لتت، للنغ، لإبال، لجو، لبواتفين، لسطمك، لبارب، لدن، لزوري، لمصراش، لبوجه. دي أعضاء الجسمة تنفعك جداً كولة وفتنية وفتنة. طيب، اركز معي بقى؟ ده السؤال ده عشان الموقف يقولك ايه؟ يقولك ايه؟ يقولك ايه؟ يقولك ايه؟ بالنسبة للعيون ده عشان ايه؟ وانت الاختار بقى، فانا جتنا جايزون لبقى، العيون بور فوار لكي نرى، الأزن بوريكوتيل كي نسمع، لإضاء الأسنان بورمانجيل كي نأكل، لو بيقل قدم بور مرشي، بينامشي، لوني الأنف بور سنتير، عشان نشم، لمان اليد بور تغير عشان نكتبه، لدواء الأصابع بور تشي عشان اللمسة، لغوش الفهم بوربق ليه او مانجيل، نتكلم او نأكل، واخد بالك من التركيبة دي مهمة جدا هي اللي ان شاء الله بإذن الله السر بتاع الامتحان، الامتحان بتاع السنتر او الونلاين، فايب عايز كل اللي سمع الفيديو بقى يكتب كلمة السر بتاعتنا، كلمة السر هي أفواق ملقى، يعني ايه كلمة السر؟ يعني اقصد ان هي الكلمة دي هي الجملة دي اللي انا ان شاء الله اركز عليها وبقول انها هتغلب ناس كتير لان هيكونوا مش حافزين الأدوات، اما اللي سمع الفيديو خلاص اه كده هيقفت باله وبقى من فتة دي، في ناس بقى هتقول انا سمعت بس ايه؟ وهي ما سمعتش؟ ايبقى هنكتب في التعليقات كلمة السر أفوار مالقى، يعني يشعر بعلم فيه، كده اعرف انك سمعت في الفيديو ان شاء الله أفوار مالقى، يعني يشعر بعلم، اول ما نشوف التركيبة دي، ناخد أدوات الادغام، اللي انا بسميهم الأهات، او بتاع المذكرة ايلا بصرف وتحرك، او ابي اكس الجامعة جمال او، فاندر الباق، نين، وقا جمال او، ما، تيت، بوش، جون، با جمال او، غير، او، اي، استومات، اي بولا، والجامعة جمال اوزيو، او بغا، او جون، او كي تماما، ايه انت حانش اوضب بيث للاك بوز، مش انت عبارة دول، بس انا مسا ما قلتش في السنتر، ممكن في الاتحان المت اللي بعد السنطر نروح للصفحة اللي بعد كده، الصفحة ديه خاصة بوصفة لا دي سكيبسي هو فيزيك، يعني الوصف البادنين، الوصف البادنين يتركز عليه؟ ركز عليه، لو شفت كلمة الشعر، تاخد بعديها صفة جامعة مذكر، تركزي، الشعر صفة جامعة مذكر طب يا ميسيو لو سمعت، انا عايز اهم الصفات اللي ممكن تجيلي، اهم الصفات هيا يا بنيس، ايه؟ كور، لونج، فيزين، لكون، وط، لونج شدات طب مش عايز لاحظ دور، مفيش مشكلة، انا بقول لك بعد الشعر جامعين مذكر بعد ذلك الكنين، العيون، برد، تاخد بعديها جامع مذكر زي بل، فار، مارو، نواء، جديد، روكين تلاتة، الواجهة، الواجهة نفسه مفرم مذكر بقى بعد كلمة فيزاج، تاخد مفرم مذكر جميل، زي ماكر، ران، وفال، تغير الحجمة بقى طايلة الحجمة على الحسن الشخصية اللي انت بتغسخها فمساً لنهي، يبقى بران دور كلها لغة هو، يبقى بران من غير الهو، فيديت نفس الكلام، مستعيزوا عبر نفس الكلام أما كلمة، سيكون فاعد مذكر ومؤمن نيجل شاكارت اللي عائلة لازم كون محفوظوا بوائس ومساً، مات النافية قاعدة النافية احنا محط الفعل بالنوباء بس انا مدتو الله بحل السحر سهل جدا انا متأكد ان هم يكرروا معي ان شاء الله اي جملة منفية ميول معرفة اتغي نكرة اي فعل اخر دو امشي بها حد ما تخلص ثلاث سنوات تلت كلمات بالظبط اي فعل الناس اللي بيقولون للنافية تعرفنا ويسألوني من اماكن مختلفة محافظات مختلفة اخد بقى بالحل السحر دا ميول معرفة اتغي نكرة اي فعل اخر دو او دي ابوست غفة بس الغير ما تقرر بكل دا انا خلصه لكم اهو خلصت الكلام دا بالحل السحر داعي موضوع متأمين ما نقص الاعداد بقى خاصة بالنافية تبقى الاعداد كما هي اذا كانت تدول على العمر وانا بتاعك سؤالها من كده خلي بقى يعني عالي عنده عشرين سانة تخليها عالي ما عندهوش عشرين سانة برد وفي الحالة دي مناخدش دوم ليه مناخدش دوم ما عندهوش ولا سنة يبا في الحالة دي ياخد ننزل عدد زي مربوح اصطبع اللي بعد كده ركز اللي في الامات المحفظة كويس او سينما او تيادك او ليسي او كلب دوسبوق او كافي او سيبرمارشي او جيمناس او بار او بيرو او بيتال وفي الامات المحفظة على مونتاني على مير على باتينوار على استرسيون دوسكي على بيسين على كنتين على بيبليوتك على فارماسي على بولانجيري على بيسيري تمام أدوات الاضغام زي ما قولناها اني عميسميها القهات اللي هي او ولا الاسر او ابتك اكس دي جب من ايهك؟ الو اضغام او اختصاري الاقل و اللي بتاع المزاكة زي جوفينو كلب الا الا زي ما هي اه لا ملكشكل مختلط زي القلاجار والمتحد لنفس الكلام ملكشكل مختلط زي علا كل اما الجامعة بتبقى او ابتك اكس يعني ايو اكس يعني جمع الامزيني حرف الجره اه يبقى كما هو ولا يتغير امان لييركز بمجرد. مسلا دفلك مونيكول اوعد ادخل 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 اهات. لأ ادخل اه بس. ها? يبقى الشرط الاول. اول ما تشوف بعض النوعات صفة ملكية اختار اهاتون. بس. اتنين. صفة اشارة ما خدناهمش يبزيح بينها. تلاتة. اسم الانسان. اسم العالم الانسان. لما تشوف اسم الانسان ما تخدش ادخل بس. ونشوف اسم العالم الانسان. ونشوف اسم العالم الانسان تاخد اه بس. ونشوف اسم العالم الانسان تاخد اه بس. والمدن بيرش تفر معاها دلوقت. نيجي بقى للصفة الاخيرة. عرفكم ازبتم مني. خلاص هالي اهو. فعل اهالي ياسا بلازل ننفس رصفيفه كويس. جوفي. تيوا. ايضا. نوزال. نوزالي. ايضا. قدام الاناكن ياخد الاهات. او لو انها دلوقت. جوفي على دار. جوفي اولي كل. انما قدام العاقل ياخد شيء. شيء. يعني عنده. اول ما تشوف عاقل ما تقولش انا ازهب الى صديق. لا مازماش كده. ازهب عنده صديق. شيء. قدام العاقل تاخد شيء. قدام الاناكن ياخد الاهات. كمان. اه اه. الرجالات. دي رياضات مهمة جدا. فوتبول. هاندبول. باسكتبول. فوليبول. آآ تينيس. سيكليزمس. كب تغاكيسكي. فوال. باتانا بلاس. تنخل بالك وتحفز الرياضات كويس. خل بالك من النامير. ده عقابل بنختم بيه ازي القواعد. يعني خلاص هانت. اول ما تشوف تصرف الفعل مع كما يصرف مع تصرف الفعل مع كما يصرف مع تصرف مع زي تسوي دوسر دور. يا معناها نحن. بس ملاش دعو. ان تسوي اله هم حاجة. ان ايه? ان ايه? ان ايه? ان ايه? لان ما تشوف ان تصرف الفعل مع ايلا. اه في اللي بقى الاخل الرجالي هي الموضوعات. عايز تخلي الموضوعات حلوة عندك يبقى ان تدعي ايه? تحفز الكلمات دي كويسة. كلمات بتساعدك محلوة الموضوع. الاسم. جمل مهمة متوقع. العمر. جملة العمر موجودة. الصفة الشخصية. الجمل موجودة قدامها. ايه. نيجي الاخل جزية هنا. اه برضو نفس الكلام. انا اقول لك لو جاب لك عناصر زي دي. جمل جاهزة. بتخفز جمل الخضاص لان انا هركز على الحرف. في الموضوع. ودي يا جمع اهم الوضعات. تحفزهم ان شاء الله بإذن الله. للتحامس يخلوا منهم. اوصل في مدرسة. لو لو انت اوصل الفصل. نفس الوضع بس اتغير الحاجات. بدأنا حاليا تدعي المدرسة. الحاجات اللي قدام الفصل. زي في المدرسة يوجد مثلا لا يوجد جيمناس. انت بقى يقول لا يوجد مثلا تاني. سفرة زكاية. وهكزا. الجزء تاني تكلم عن جدوى الموعيد. الرابع. اتكلم عن الهيئة البدنية. بعد كده اوصل جدك. وبعد كده اتكلم عن انشطك في وقات الفراغة. كل زي لهم طيبين. الحمد لله ربنا اكرمنا وخلصنا من هكولها سنوي. خلصنا سنتر وخلصناها على النت. وقلت اللي يحتاج الورقة ده. الورقة ده موجود معي. اللي محتاجه بديف ما فيش مشكلة. اللي محتاجه اتباعها. هنبعه له. اي حاجة جاهزة بس المهم انت تشد معايا شوية. لازم تشتغل معايا شوية. اتعب خلص هانت. وان شاء الله معاكنا فيه امتحان لطلاب السنتر. وفيه امتحان على المنت لأي طالب في مصر. هيكون لايف هقول تفاصيله بإذن الله بكرة بالليل ان شاء الله. يلا سلام عليكم.